السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تستمر حتى الآن محاولات إنقاذ طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات سقط أمس التلتاء في بيرل ضيق يتجاوز عمقه 60 مترا بجماعة تمروت في إقليم شفشاوان وتحاول السلطات استخدام بمعدات بسيطة في عملية الإنقاذ بحسب ما كشفت عنه إحدى قريبات الطفل والتي قالت في تصريح لليوم فاند كاتخ أن السلطات العمومية والدرك الملكي فشلت في إنقاذ الطفل لحد الآن بعدما قضى ليلة كاملة في قاع البئر الذي لا يتجاوز قطره ما بين 40 و50 سنتيمتر على الرغم من أن عملية إخراج الطفل انطلقت على الساعة الخامسة من مساء التلتاء لكن دون جدوى ترجمة نانسي قنقر